خبراء يطالبون بإدخال مشروع الخبز المخلوط في استراتيجية السودان انفراج وشيك لإكمال جسر الدباسين كأطول جسر بولاية الخرطوم والسودان يشارك في الملتقى السنوي للاستثماري بالإمارات الرابع عصرا بتوقيت الخرطوم أخبار الاقتصاد من قناة البلد الفضائية معكم فيها محمد السعودي وإلى تفاصيلها إذ تستمر أسعار العملات بالتراجع في السوق الموازي اليوم الأربعاء وخاصة سعر الدولار وسط أخبار تتحدث عن ارتفاع احتياطي السودان من الذهب بجانب ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية فيما استقر صرف العملات لدى غالبية البنوك السودانية حيث سجلت ارتفاعا نسبيا ببعض المصارف فيما يقوم البنك المركزي برفض البنوك المحلية لتلبية احتياجات المستوردين وكشفت مصادر أن أسعار الدولار تراجعت في الأسواق الموازية والتي تشهد اضطرابا ملحوظا وعدم استقرار حيث تراجع الطلب مقابل العرض نظرا لتنافس البنوك على تقديم أسعار صرف أفضل وأيضا زيادة التحويلات الخارجية خاصة مع قرب شهر رمضان إذ يقوم المتعاملون ببيع العملات لتلبية احتياجات الشهر الفضيل وقالت المصادر أن متوسط سعر الدولار سجل تراجعا إضافيا اليوم الأربعاء بلغ 550 جنيها أما صرف العملة الأمريكية فقد شهد استقرارا متباينا في البنوك لكن بعض المصارف قامت برفع أسعار الصرف لتتقارب مع البنوك الأخرى حيث بلغ أعلى سعر صرف للدولار 580 جنيها بينما بلغ أدنى سعر له 566 جنيها قادة الأستاذة أحلام مدني مهدي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في السودان في الملتقى السنوي للاستثمار بالإمارات حيث عقدت السيدة الوزيرة على هامش الملتقى اجتماعات مع العديد من الشركات ممثلا في الصندوق السعودي للتنمية وشركة انفست العالمية ومستثمرين برازيليين وعدد من الشركات الأمريكية والتي أبدت رغبتها الاستثمار في مجال الزراعة والتعديم وقدمت السيدة شرحا لهذه الشركات حول قانون الاستثمار الجديد والفرص والمشروعات الجاهزة للاستثمار في السودان بالمركز والولايات إضافة إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة والمتمثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكات مع القطاع الخاص وقانون النظام المصرفي تسهيلا لإجراءات وتحسين وتهيئة البيئة الاستثمارية حتى تكون جاذبة قالت مدير إدارة التنمية بوزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ مكارم خليفة إن الوزارة اتجهت بعد تغيير مسمى الوزارة نحو التنمية الاجتماعية خاصة تنمية المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات وجاء ذلك خلال الزيارة الميدانية لمدينة شندي للوقوف على تجربة الزراعة بالري المدفعي التي نظمتها إدارة التنمية وأضافت أن المؤسسات التمويلية على استعداد لتمويل مشروعات صغار المنتجين والوزارة بصدد إعداد مذكرة تفاهم بينها وشركة بيت المعرفة الدولية المحدودة وأشارت إلى ضرورة تعميم التجربة على كافة ولايات السودان دشانت أمانة ديوان الزكا بولاية كسلا برامج شهر رمضان المعظم في المحاور المختلفة بكلفة بلغت تسعمائة وخمسين مليون جنيه لأربعة وثلاثين ألف أسرة مستفيدة وفي هذا الإطار حيى والي كسلا المكلف أمين عام الحكومة الأستاذ خوجري حمد عبدالله لدى مخاطبته احتفال تتشين حيى دورة ديوان تجاه تحقيق مخاصد شريعة الزكاة والوصول إلى المجتمعات ومخاطبة قضاياها عبر الواجهات المختلفة وقال إننا في الولاية راضون عن أداء الديوان والعاملين فيه مما يشجعنا على أن ندعم موجهاتهم وبرامجهم الرامية لتخفيف حدة الفقر وإخراج الأسر من ضائقة الحياة إلى الإنتاج وقال إن التجربة خضعت إلى مناقشة من قبل لجنة عليا رأت أن يتم تقديم فرحة الصائم هذا العام في شكل مبالغ نقدية وأشار إلى المسؤولية تجاه الديوان في ظل تنامي معدلات الفقر وتداعيات الأوضاع الاقتصادية على البلاد في إطار تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين المفوضية القومية للحدود وهئة الجمارك السودانية تم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق في انسياب العمل وتسهيل التجارة بين دول الجوار وأكد الطرفان من خلال إبرام هذه المذكرة على ضرورة تحديد الإطار العام للتعاون المشترك بين الجهتين في انسياب العمل والتعاون بين دول الجوار مما يؤدي بدوره إلى تنمية التجارة الحدودية وتهدف الاتفاقية إلى التناغم والتفاهم بين دول الجوار مما يؤدي إلى تنمية التجارة الحدودية بين دول الجوار من خلال فتح معابر جديدة مما يسهل انسياب التجارة والعلاقات بين دول الجوار ترأس المهندس عبد المنعم حسن خليفة وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المفوض بولاية الجزيرة ترأس الاجتماع الموسع الذي ضم وفد مجلس إدارة مشروع البان الشمال الجزيرة النوبة ووقف الاجتماع على المشكلات التي تواجه تشغيل المشروع وكيفية معالجتها بأسرع فرصة كما ناقش الاجتماع الوضع الحالي للمشروع واحتياجات المزارعين إضافة للوقوف على بعض الجوانب القانونية الخاصة بعلاقة شركاء الإنتاج بالمشروع وإيجاد الصيغة القانونية المناسبة لإدارته خلال المرحلة المقبلة من جانبه اطمأن وزير الإنتاج بالولاية على وضع المشروع بشكل عام وذلك من خلال الشرح الذي قدمه أعضاء الوفد وضح أن الولاية تعول كثيرا على مشروع البان النوبة في تغطية احتياجات مجتمع شمال الجزيرة من الألبان والإنتاج الزراعي في أصنافه المختلفة أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حرص الدولة على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير نظم التعامل المالي الإلكتروني في البلاد وكذلك الاستفادة في التعاملات المالية والتحصيل الإلكتروني وأشار الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لدى مخاطبته اجتماع الوفد المصري الذي ضم السفير المصري بالسودان وممثلين من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشار إلى اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام الرقمنة الشاملة وميكنة الإجراءات في سبيل تعظيم الإرادات وضبط الإنفاق الحكومي ووجه الوزير الجهات المختصة بضرورة الاستفادة من التجارب الرقمية والألكترونية التي أثبتت نجاحها في الدول الأخرى وأشار إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الشركة المصرية والعنظمة الرقمية في إجراء التعداد السكاني والزراعي المزمعي إجراؤه في الفترة القادمة وأشاد جبريل بالعلاقات الأخوية بين السودان ومصر وضرورة تطويرها إلى أعلى المستويات في إطار تحقيق المصالح المشتركة معربا عن أمله في استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الدولتين نظمت جامعة دونغولا بالتعاون مع مبادرة القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص ممثلا في عبدالله مقاصر للخدمات نظمت سمينارا اقتصاديا بعنوان أثر سياسات رفع الدعم على القطاعات الانتاجية بالولاية الشمالية وخاطب السمينار الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية المكلف ممثل والشمالية الأستاذ مجذوب الخليف أحمد مشيدا بالأدوار والمساهمات الكبيرة لجامعة دونغولا والقطاع الخاص لمجالات العمل التنموي والاقتصادي والخدمي والانفتاح على مجتمع الولاية والسعي لخدمته في المجالات كافة وأشار إلى أهمية انعقاد مثل هذه السمينارات والويرش واللقاءات لمناقشة مجمل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتبني المبادرات والآراء والأفكار والأفكار والمخترحات التي تسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وشدد مجذوب على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات الضمان الاجتماعي وجمعيات حماية المستهلك والمصارف وشركات التعدين ضمن مسؤولياتها المجتمعية وجهاز تشغيل الخرجين وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية والإنتاج طالب المشاركون في ندوة القمح البدائلة والحلول التي نظمها الجهاز القومي لحماية المستهلك لتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس طالب وزارة الزراعة بإدخال مشروع الخبز المخلوط في استراتيجية السودان الزراعية حتى يستطيع أن يجد الدعم الفني والمادي من المنظمات العالمية كمنظمة الفاو وأكد المشاركون في أن ندوة ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي خاصة في مجال مخبز وإنتاج بذور محسنة والعمل على إيجاد خطوط إنتاج مزدوجة داخل المطاح وندل المشاركون بالاهتمام بالطاقات البديلة كالطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الانتاج وقدم مختصون في أن ندوة ورقة بعنوان بدائل القمح ومنتجات الدقيق في ظل الوضع الراهن وورقة بعنوان بدائل الخبز طالب بإيجاد مجمعات صناعية لصناعة الكسرة انتقد عدد من رجال الأعمال الذين شاركوا في ورشة دور الشركات في الاستثمار الزراعي التي نظمتها شموس ميديا بجناح السودان بإكسبو دبيع 2020 الحكومة السودانية وحملوها مسؤولية ضعف في الاستثمار الزراعي وذلك جراء عدم اتخاذ سياسات مشجعة لجذب رؤوس الأموال ووجدت الورقة التي قدمها المهندس كمال عبدالله مدير الشركة الافريقية والتي تعتبر رائدة الشراكات التعاقدية وجدت استحسانا من المشاركين وعدوها نموذجا يصلح برنامجا لإصلاح الاستثمار الزراعي وأشرت الورقة إلى الإمكانات الموجودة بالسودان والتي تعد ميزة لجذب رؤوس الأموال وذلك بما يتمتع به من موارد طبيعية متنوعة ومعظمها زالت بكرا حيث تبلغ المساحة الصالحة للزراع حوالي 170 مليون فدان تعادل ثلثي المساحة الكلية وكذلك يمتاز السودان بتوفير المياه من نهر النيل وروافده ومياه الأمطار والمياه الجوفية أكد المدير العام الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض اهتمام الدولة بالثروة الحيوانية باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية الهامة ووعد بتفعيل القوانين التي تحفظ حقوق المراعي والرعاة في المسارات والمخارف وأعلن الوزير والمكلف لدى مخاطبته اللقاء التفاكري حول سياسات السودان نحو الإدارة المستدامة للمراعي والذي انعقد بمدينة كوستي ونظمت فوى الإدارة العامة للمراعي والعلف بنيل الأبيض أكد عن التزام وزارته بتنفيذ كل القرارات الخاصة بالنزاع في أراضي المراعي والمسارات والمخارف وتكوين لجنة فنية وأشار إلى أن حكومة الولاية تقوم بترتيبات لمعالجة مشاكل الرعاة في المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان عبر توقيع اتفاقية مع المقاطعات الجنوبية المجاورة لولاية النيل الأبيض وقال إن إدارة المراعي ستجد الاهتمام والرعاية والعون وستصبح عضوا في لجنة التصرف في الأراضي الزراعية حتى تدافع عن أراضي المراعي نفى بنك والسودان المركزي صلته بالصفحة المشار إليها في موقع التواصل بتطبيق الفيسبوك وقال إن هذه الصفحة ليست صفحة بنك السودان المركزي الرسمية وليس لها أي علاقة أو وصلة بها مشيرا إلى أنها صفحة مزيفة ونفى نفيا قاطعا ما نقلته عن شح النقد الأجنبي بالبنك المركزي واعتبره خبرا عارم من الصحة تماما وأكد البنك استمراره في تلبية كل طلبات البنوك من النقد الأجنبي والتي تقدم إليه لمقابلة طلبات العملاء دشنا الأستاذ خالد محمد أحمد والي ولاية غرب كردفان المكلف مشروع توزيع سلات غذائية ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية وقال الوالي المكلف لدى مخاطبته تدشين المشروع إن مثل هذه البرامج تخفف من أعباء المعيشة وتقلل حدة الفقر وتؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية بإسناد الضعفاء وثمنا اهتمام منظمة الاغتنام للتنمية البشرية باعتبارها الشريك الوطنية لمركز الملك سلمان في الاهتمام بمعاشي الناس وقوتهم مناشدا بضرورة الاهتمام بإسناد الفقراء والمساكين بمواقع النزاعات الاهلية بعدد من المناطق بالولاية من جهته قال المشرف على عملية التوزيع الأستاذ شرف الدين علي إبراهيم إن البرنامج يشمل محليات الفولة والمجلد والدبندة والإضية أن السلة جاءت لعدد أو لألفين وخمسمائة أسرة مبينا أنها تستهدف شرائح المجتمع الأشد فقرا وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام مشيدا بحكومة الولاية واهتمامها بعملية التوزيع وتمكين المنظمة من القيام بواجبها أعلنت الحكومة عن انفراج وشيك لإكمال جسر الدباسين كأطول جسر بولاية الخرطوم والذي واجه عقبات جمة وعلى فترات متقطعة مما أدى إلى تأخير اكتماله رغم أهميته في تحويل الزحام من أوساط المدن إلى أطرافها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي التأم بأمانة حكومة الولاية لبحث وسائل تطوير التعاون المشترك بين الوزارة والولاية لجهة تحسين شبكة الطرق الداخلية بمواصفات عالية وزيادة المساحة الخضراء وكشف وزير التنمية العمرانية خلال الاجتماع التزام وزارة المالية والاقتصاد بسداد الالتزامات المالية الخاصة بتوريد متطلبات المراحل المتبقية لإكمال كبر الدباسين خلال الفترة المقبلة وذلك وفق توصية اللجنة الفنية المشتركة وأهمية الكبر بتسهيل حركة المرور جنوب الولاية وجدد الوزير استمرار الشراكة مع الولاية لإنجاز عدد من المشاريع الحيوية باعتبار الخرطوم عاصمة البلاد ومقر الحكومة المركزية والبعثات الدبلوماسية وقال والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة إن حكومة الولاية وضعت خطة إسعافية لإعادة تأهيل الطرق والمرافق الخدمية رغم شح الإمكانات المالية للولاية ورحب بالشراكات التي تعمل على توفير الخدمات للمواطن شهدت الأسواق والسودانية ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المعظم مع ركود تام في الشراء وإغلاق بعض التجار لمتاجرهم خوفا من الخسارة رغم وفرة المعروض إلا أن عزوف المواطنين عن الشراء شكل هاجسا للتجار نسبة لارتفاع الأسعار التي عزاها البعض إلى التقلبات الاقتصادية الأخيرة ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والذي زاد من تكلفة الأسعار والترحيل تفاصيل أوفة في سياق التقرير التالي شهر رمضان المعظم من كل عام تبدأ أسعار السلع والخدمات الأساسية في الارتفاع حيث تثقل الأزمة الاقتصادية كاهل السودانيين منذ أشهر طويلة ولكن مع حلول شهر رمضان هذا العام تفاقمت الأوضاع لحد بعيد وامتدت إلى آلاف الأسر التي باتت تعجز عن تغطية تكاليفها في الحياة البسيطة وظلت معدلات التضخم في ارتفاع منذ سنوات صاعدة إلى أرقام فلكية تعكس حجم المعاناة التي يخلفها الارتفاع المضطرد في الأسعار على نحو شبه يومي دون أن تتمكن الحكومة من كبح جماح السوق وإيقاف الزيادات رغم إجراءاتها المتكررة هذه الزيادات في السلع الضرورية يراها كثيرون غير مبررة وأنها تعكس بقدر كبير ججع التجار وغياب رقابة الدولة وإنغماسها في صراع سياسي قد يطول أجله وتبعا لزيادة معدلات التضخم التي شارفت على 500% شكى تجار في اثنين من الأسواق المحلية الشعبية من كساد واضح رغم أن شهر رمضان كان يعتبر موسبا للربح الوفير ويقول أحد التجار أن الإقبال على شراء السلع باستثناء الأساسية منها انخفض على نحو ملحوظ خلال الشهرين الأخيرين بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار ويقول إن الشركات المنتجة للمواد وتلك المستوردة للسلع هي المسؤولة عن وضع تلك الأرقام الفلكية لمنتجاتها وتحددها تبعا لارتفاع أسعار العملات المحلية مقابل الأجنبية بين انسداد في الأفق السياسي وتوقعات بانهيار اقتصادي يجد المواطن السوداني نفسه في حيرة من أمره ولم يتبقى له سوى أيام قلائل من الشهر الفضيل قبل ختام هذه النشرة نعود ونذكر بأهم وأبرز ما جاء فيها من عنوية خبراء يطالبون بإدخال مشروع الخبز المخلوط في استراتيجية السودان انفراج وشي كل إكمال جسر الدباسيين كأطول جسر بولاية الخرطوم السودان يشارك في الملتقى السنوي للاستثمار بالإمارات تكاملت أخبار الاقتصاد من قناة البلد الفضائية أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء